عن ما واجهه القطاع المصرفي العام الماضي كانت تجربة غير موفقة أو تجربة مريرة بعض الشيء على بعض البنوك نتيجة المخصصات والاحتياطيات وعمليات الانكشافة التي صارت مع بعض كبار المقتردين أو المستثمرين هذا أدى إلى معاناة بعض البنوك وخصوص البنوك الصغيرة التي اضطرت أن تأخذ احتياطيات كبيرة في ظل موجودات محدودة أو متوسطة وبالتالي قطاع البنوك هذا العام أرى أنه يبالغ بعض الشيء أو يتحوط خلينا أن نكون منطقيين يتحوط أكثر في التعامل مع قضية الإخفاق في السداد لدى بعض العمال لماذا هذا التحوط؟ ده طبيعة البنوك البنوك دائما تشتغل على الوريست سيناريو ما يشتغلش على البست أو الايديا الموديل يعني يتحوط لأي أحداث يعني أنا لا أستبعد أن أحداث دارفور يمكن لم يشر إليها وأنا لم تطرأ على بالي من قبل ولكن مع السؤال اللي طرحته حضرتك بس تشهد بها كبؤرة غير عملية الصومال وما ينتج من عمليات هجوم على السفن في جنوب البحر العربي أو البحر الأحمر كذلك الملف الإيراني الملف العراقي الملف الفلسطيني أو الملف العربي الإسرائيلي كل هذه الملفات تؤثر حتى لو كان مع احترامي تغيير وزاري في بلد مؤثرة في المنطقة قد يكون له بعض التأثير على برصتها ومن ثم على بقية البرصات المحيطة نعم أستاذ نشاهد أمس شاهدنا أمس إعلانات إيجابية منها شركة لعدد من الشركات ومنها شركة كهرباء السعودية إلا أن الشركة لم تتأثر إيجابيا بهذه الأرباح لماذا برأيك؟ طبعا أن شركة الكهرباء تحق أرباح يعني ما شاء الله 2.6 مليار بنمو 55% عن السنة الماضية هذا شيء رائع وكان متوقعا ولكن ليس بتلك السرعة ولكن في أكثر من حوار مع الزملاء الأفاضل استشهدت بأن شركة الكهرباء سوف تشهد نموا كبيرا مثلها مثل قطاع الأسمنت في العام الأخير لأنها بدأت تأخذ التعامل التجاري في الاعتبار أن هي دلوقتي بتحاول تصعر الخدمة على حسب نوع العميل إذا كان عملاء المنازل أو المواطنين أو صغار أو ضعاف الدخل ثم المصانع والمرافق العامة كل فئة لها شريحة معينة وده يعتبر تسعير عادل أو أقرب ما يكون للعدالة علشان لا ندعم الأقوياء أو الأغنياء على حساب كافة الشعب نعم أستاذ بالنسبة لنمو أرباح شركة الكهرباء يعني أعزته الشركة سبب الارتفاع لزيادة الطاقة المباعة رفع سعر الوحدات هل تستطيع الشركة رفع مستوى آدائها في فصل الشتاء والربع القادم يعني الربع الرابع بعد كل هذه التغييرات وطبعا السؤال يحمل الإجابة في طياته يعني صراحة يعني ممكن ما تحققش نفس المعدل في الربع التالت أو التاني كما حققت لا يتوقع أن يتحقق بنفس القدر في الربع الرابع ولكن ما يدرينا يعني هو سبب فصل الشتاء هو السبب لا هو يتوقف على إيه العميل الأساسي لشركة الكهرباء إذا كانت مصانع ومشروعات صناعية ومرافق كبرى تستغل طاقات كبيرة من شركة الكهرباء حيظل معدل الاستهلاج بنفس السعر بنفس الريت تقريبا لكن احنا أصحاب المساكن وشاغلي الوحدات السكنية استهلاكنا في الغالب مدعوم يعتبر مدعوم من الدولة نتيجة أن الشركة بتدينا أقل ريت لغاية شريحة معينة وما زاد بتبطي تعملنا بالشريحة الأعلى فأنا أرى أن ليس الموسمية هي المؤثر الأكبر ولكن تشكيلة عملاء الشركة هي التي سوف يكون لها الأثر الأكبر على الإرادات في الربع الأخير نعم بالنسبة لننتقل قليلا إلى سابك هناك شهدت أرباح الربع الثالث في سابك نموها في أرباحها روما الحديث عن تأثير رفع سعر الوحدات الكهربائية نعم هل يشير ذلك أن الشركة استطاعت أن تتغلب على أثار الأزمة العالمية؟ هو طبعا شركة سابك أو أعفونا الأزمة المالية أخصد نعم شركة سابك طبعا تعتبر في ذاتها برصة مستقلة بشركتها الشقيقة أو التبعة سواء من حجم الاستثمارات أو حجم الأسواق أو تنوع الأنشطة والمنتجات لديها وتعتبر هي الماركت ليدر بالنسبة لنا في سوق المال بتمثل وحدها ما يزيد عن ربع القيمة السوقية للسوق السعودية نعم ولو ضمنا إليها بقية شركات القطاع قد تتجاوز الـ 35 إلى 40% إذا تكلمنا عن القيمة السوقية لكن اللي أراه أن سابك أثبتت بفضل الله عن قدرة إدارية عالية تمكنت من العودة إلى معدلات الأرباح التي كانت عليها أو ما يقرب تمكنت من رعاية المشروعات التابعة والشركات الشقيقة بدرجة أدخلت هذه الشركات في حيز الربح التجاري أو المنطقة الخضراء في أسرع وقت ممكن من بداية التشغيل يعني معظم الشركات التابعة السابك إذا حكينا على بعضها دخل حيز التشغيل العام الماضي أو هذا العام معظمها قارب على تحقيق أو تجاوز نقطة التعادل بكثير وحقق أرباح صافية تعزز هذا القطاع وتؤكد أن سابك وما حولها في هذا القطاع هي يعتبر القطاع الذي يعطي قيمة مضافة عليا أو قصوة في المجتمع نعم سأتحدث عن سابك لكن بعد قليل لكن سؤال ورد في ذهني عن الكهرباء بين المملكة ومصر ستبدأ ثلاثة آلاف ميجاوات على ما أظن من الكهرباء بحلول عام 2013 هل برأيك سيؤثر هذا التبادل بين المملكة ومصر على شركة الكهرباء السعودية وكيف برأيك سيكون تأثيره أيضا؟ وبالفعل الأخبار التي أطلقت في العامين الأخيرين عن ربط كهرباء بين المملكة ودول الجوار سواء دول الخليج أو الأردن وسوريا ودول الشام أو مصر وقد يكون المغرب العربي مستقبلا هذه الأخبار وما ورد عن دخول القطاع الخاص في إنشاء مشروعات في توليد الطاقة سواء كان الطاقة حرارية أو بالغاز إلى آخره هذا أوجد لشركة الكهرباء مصار جيد للارتفاع وأدنى أن الشركة تدخل مرحلة التشغيل التجاري وليس التشغيل المدعوم من الدولة بالدرجة الأساسية أو الداعم للمواطن من زاوي الفئات ضعيفة الدخل فأرى أن هذا القطاع قطاع الكهرباء بما لديه من محفزات أولا لديه سوق واسع جدا بالنسبة لأرجاء المملكة والمسافات المترامية والنهضة الصناعية والخدمية والمرافق والبنية التحتية بما لديه ممكانيات في الحصول على مدخلات تشغيل من مزوت أو مواد بيترولية مدعومة أو رخيصة على الأقل يتفادى تكلفة نقل هذه المواد من خارج البلد إلى داخل المملكة فلديه موارد متاحة في المدخلات لديه الجانب اللي يتعلق بالعمالة ما أتوقع أن شركة كهرباء تواجه مشكلة في العمالة لأن هي طبيعة المشاريع من هذا النوع تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي وليس على العمالة اليدوية فهي تتخطى هذا الحاجز بالنسبة لتكلفة العمالة بالنسبة للإدارة الحمد لله ثبت كفاءة الكوادر السعودية في إدارة أرامكو في سابك في الكهرباء في غيرها من المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص فلنا أن نتوقع لشركة الكهرباء ظروف أفضل ولكن أرى أنها ستظل لفترة ليست منظورة ترعاها الدولة حتى تتمكن من الاعتماد على مواردها الزاتية في توزيع أرباح للمساهمين كيف تتمكن من الاعتماد علىها؟ أضعف الإيمان ما هي الطريقة يعني؟ أضعف الإيمان أنها تستمر في الحصول على احتياجاتها البترولية في التشغيل بأسعار جيدة أو أسعار تحفيزية وده أمر طبيعي أي دولة عايزة تعمل تنمية وعايزة تعمل نهضة وتفرق اقتصادية بتدعم المشروعات الوطنية بأراضي مثلا صناعية بأراضي مرفقة بخامات أرخص بإعفاء من رسوم معينة لو صدرت شركة الكارابة بعد كده خارج المملكة في بعض الدول تاخد ضرائب على الصدرات والواردات ما نستبعد أن مصر تفرد ضريبة على مثل هذا المنتج هنا الحمد لله ما فيش اعتماد أساسي أو كبير على الضريبة في الدخل القومي وبالتالي حتشهد هي منافسة مثلا مع منتجين آخرين لنفس الخدمة من دول الجوار أنها عندها ميزة نسبية وقدرة أنها تتبادل المنافع من مركز تنافسي أفضل نعم أستاذ قبل قليل كنت تتحدث عن سابك سابك أرباحها أولينت 46% نلاحظ أن جميع شركات التابعة للبترو كيموياز جاءت أرباحها في الربع الثالث على انخفاض لكن سابك الوحيدة كانت تسجلت 46% من أرباحها وارتفاعه يعتبر جيد وحمل قفز بالسوق السعودي أو حمى السوق السعودي حمى من الهبوط فعلا حمى من الهبوط ما هو السبب في رأيك؟ يعني أرى أن سابك لماذا سابك بالذات الذي حققت وبقي الشركات؟ نحن بنتكلم عن برنامج محاجر الزاوية مع أن جميع الشركات مرتبطة بالقطاع البترو كيموياز نعم أنا بعتبر سابك هي حجر الزاوية بالنسبة لإقتصاد السعودي فعلا يعني عامل كبير ومؤثر أولا تقود قطاع قوي زي ما قلنا من حيث وزنه النسبي ثانيا عندها خبرة وريادة في السوق المحلي وانتقلت إلى العالمية بكفاءة جيدة نوعت من منتجاتها واستثماراتها في الخارج دخلت في تحالفات مع الصين مع فرنسا دلوقتي في كلام عن ندم المسؤولين الفرنسيين عن أنهم ما استثمروش مع سابك من وقت مبكر المشاكل اللي كانت في قضاء الإغراق مع الهند وتمسي سابك تم تسويتها بفضل الله وبجهد معالي وزير الصناعة والكهرباء حل المشكلة وزير التجارة حل المشكلة مع الهند وعلى أعلى مستوى تمت الاتصالات علشان يتفادى معوقات أو عوامل مضادة في الأسواق الخارجية بالنسبة لسابك إذا كانت الأسعار العالمية تحسنت في الربع الثالث ده عامل مؤثر جدا إذا كانت كفاءة التشغيل وتحسن الطاقات التشغيلية لدى مشروعات سابك الجديدة أو فراها الجديدة أو لدى الشركات التابعة التي تصب أرباحها نهائيا في محفظة سابك كل دي عوامل تضع سابك في المرتبة الأولى وفي المقدمة وشيء رائع أن نشهد هذا الصرح بهذه القوة ولم يركن إلى حالة أو فترة هدأت فيها الأرباح بل بالعكس أثبت أن لديه القدر على توليد المزيد حفظت ماء الوجه للسوق بعد نتائج البنوك لا بالعكس السوق قوي بذاته لكن هي تعتبر من القيديات أو هي أول القيديات التي حتى تعتبر على مستوى الخليج سابك هي الشركة الأولى أرباحها على مستوى السنة الأخيرة كانت تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول خليج سواء في القيمة السوقية أو في الأرباح والحمد لله فيه يعني يساندها أيضا من الشركات السعودية للاتصالات والراكحي وسامبا وكثير من الشركات الوطنية التي نقدر نعتد بها في الأسواق الإقليمية أستاذ عبد الله سأنتقل إلى فاصل وبعد أكمل عن حديثي معك عن سابك مشاهدين العزاء ننتقل إلى فاصل ونواصل فوقه معنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة